بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الواحدة السبعة قياس الأداء مثال 3 سبوزت نفترض أن النيت انكم 70 ألف سير انفستمنت 560 ألف سير وريكويرد ريتيرن وانفستمنت ريت 12% أو 12% ركويرد كالكوليت الار او اي اند الار ا اي تبا دروقتي خلي بالك نت انقم صافي الدخل انفستمنت اللي هي الاستثمارات أو الأموال المستثمرة وريكويرد ريتيرن انفستمنت ريت اللي هي معدل العائد المطلوب على رأس المال المستثمر معدل العائد المطلوب ركويرد اللي هي المطلوب عايزين نحسب الار او اي اللي هو العائد على الاستثمار العائد على الاستثمار والري اللي هو الدخل المتبقي ركز معايا كده أنا أعطيك النيت انكم سبعين ألف جهزة ممكن دي أغيرها بالشكل ده ممكن أقولك ريفينيو ريفينيو مية وخمسين ألف ريفينيو اللي هي إيرادات وكوستس تمانين ألف بدل ما ديك السبين ألف جهزة إيه اللي يحصل كوستس اللي هي التكاليف لو احنا طرحنا إيراداتنا استكاليف مية وخمسين ألف تمانين يديني السبين ألف اللي هي صعف الدخل سليوشن بجيب الروي بيسوي النيت انكم مقسومة على انفستمنت اللي هي صعف الدخل مقسومة على الاستثمارات أو الأموال المستثمرة في مية عشان نحولها نسبة مقوية أطبق النيت انكم كان سبين ألف وانفستمنت كانت خمسين وستين ألف في مية تطلع اتناشر ونصف في المية المطلوب التاني ريزيديال انكم الار اي دخل المتبقي الدخل المتبقي بيسوي النيت انكم صعف الدخل ناقص افتح قوص انفستمنت اللي هي الاستثمارات مطلوبة في مية عائد المطلوب معدل العائد المطلوب معدل العائد المطلوب على الاستثمارات أو على رأس المال المستثمر نعوض نت انكم كان معطب سبين ألف وانفستمنت كانت معطب خمس مية وستين ألف و الريكوايرد ريتير نقون انفستمنت ريت كانت 12% يبقى تساوي بعد من صفها بيقال حزبة 2800SAR